وطلع انت بدك تقول لي ديانتي انا متفوقة للاسباب التالي اولا بسبب شخصية النبي بدك تقول لي ليش شخصيته تتفوق عن اي شخصية عشان اتبعه رسالته بدك تقول لي ليش انه رسالته متفوقة على اي رسالة علشان اتبعه شيء ثالث انتشار الرسالة دك تقول لي ليش انتشرت الرسالة او كيف انتشرت الرسالة المقنعة عشان اتبعه فالسؤال فعلا هايذة التلاتة اسئلة هل بتتفوق على المسيح او تلميذ المسيح او ارسالية المسيح شوف احبائي طلع كيف انتشرت الدياني والسؤال اللي عاوز اسألك هل اليك الحق او ترفض الدين وبعدين اذا انت انت اللي بتشاهدني اردت ان تكون مسيحيا فاي دولة هل تقدر ان تغير اسمك بتروح للوزارة الداخلية بتقول لي هنا انا اسمي محمد حسن علي انا عاوز اغير اسمي لجورج تقدر طبعا لا طيب معظم المسيحيين اللي بكتبوا على صفحة الفيسبوك او اللي بتشوفهم على الاقل بيتكلموا في القنوات ان اختبروا المسيح اه يمكن كتير في مسيحيين لانه احنا بالاسم يعني مسيحية اكتسبنا مسيحيتنا لكن احنا بنحكي لانه فعلا اختبرنا المسيح فالسؤال هل انت اختبرت محمد ولا انت بتدافع عن شيء ما اختبرته فاذا اختبرته شو هو الشيء اللي غيرك واللي متفوق عليه انا اذا بدي عاوز اكون مسلم شو الاشي اللي بدك تجذبني لإله قول لي على شيء متفوق على المسيح عشان اقول معك حق اترك بسرعة اجي للمسيح وحدانية الله الكتاب المقدس بعلمه بكل وضوح الاعمال الصالحة شوف حبيبي الاعمال الصالحة اللي بيطالب فيها يسوع المسيح متفوقة جدا عن اعمال حتى المسيح قال ان لم يزد بركم على الكتبة والفرسين تعرف جرب تقرأ المشناة ترجمات اليهودية التفسير اليهودية جرب تروح للتلمود القرشاليمي او اقرأ التلمود الباب اللي بس بس على موضوع يوم السبت شوف التعليم والتدقيق بتفوق اي شعب في هذا الوجود هل فعلا انه هذا الشيء اللي بغير الانسان طب شو الشيء اللي غيرك تعام بتدعيني للشيء طب هو موجود عندي وما قدرش يخلصني وبعدين الشيء اللي عندك انت بدكياني بتقول رسالة عالمية شو هي الرسالة العالمية اللي انا بدأاجي للعالم واقول انه انا عندي شيء بقدمه للناس اللي مش موجود في اي مكان اخر خليك صريح مع نفسك اليوم انت يعني لو اردت ان تكون مسيحيا ممكن اليوم في ملايين من المؤمنين من خلفية اسلامية بقامنوا في المسيح بس ما بقدرش يغير اسماءهم ولا بقدر يروحوا للوزارة الداخلية والان عاوز اغير ديني انا كنت لكن بعد ما درست واختبرت انا عاوز اغير ديني فاذا اذا انت ما عندك حق الاختيار انك تغير هل تسمي هذه الديانة متفوقة؟ شيء اخر اذا انت عاوز تدعيني للاسلام طيب انا اذا مسيحي اتغيرت المسيحي يقولولي انت حر يعني انت عم تنكر المسيح لكن يوم من الايام رح توقف امام يسوع المسيح رح تعطي حساب عن نفسك وهذا اليوم رح يكون مخيف جدا لكن في الحياة اليوم انا اذا اخترت اكون مسلم اهل مش رح يقتلوني ولا حد رح يسأل عادي انت حر لك وكتير ناس اليوم ملحدين يعني على فكرة عشرات الملايين مسلمين ومسيحيين عم بيصيروا ملحدين يعني ما حد بيسألهم طيب لو انت عاوز تكون مسيحي فعلا لو انت عاوز تكون مسيحي بتقدر خليك صادق مع نفسك بتقدر طلع فعني ممكن تغير دينك فما تقول لي متفوق ارمي اي كلام متفوق بعدين هل فعلا القرآن بقول متفوق هل فعلا الكتاب المقدس تغير هل فعلا انه يعني كل هذه الادعاءات يعني مثلا الكتاب المقدس اسهل شيء عليك تقول تحرف طب مين حرفه ام تتحرف لماذا حرف اليهود اللي حرفه ولا المسيحيين طيب وشو الغرض من التحريف شو السبب اه يمكن عشان اجد ديانة اسلامية مش عاوزين تطلع حرفنا الاشياء طب اين الكتاب الصحيح فاسهل شيء انك اتهاجم شيء اخر منقول احنا المسيح اه اتصلب اتي بتيجي بتقول لا المسيح بعد ستمية وشوي بعد حوالى سبعمائة سنة بتقول المسيح ما تصلب اه طيب اليوم احنا في خلال الاربعين سنة اللي فاتت كل العالم بعرف انه انور السادات قتل في مصر اغتلوه بعد مئة سنة اتخيل بدناش انه حتى سبعمائة سنة بعد مئة سنة بطلع واحد بقول لا لا هو شبه للكو وانتو بتوهملكو انه تقتل بس وما تقتل كيف بكون احساس المصريين في هذا الموضوع فانت يعني اذا مثلا بتيجي آية يتيمة مع انه يمكن كتير من زملائي في الخدمة شرحوا الآية انه شبهها لهم يعني بيتكلم عن اليهود لانه فعلا الرومان اللي قتلوا المسيح ماذا عن الايات الاخرى اللي بتتكلم عن صلب وموت المسيح في القرآن وهكذا احبائي منقول انه الكتاب المقدس بيتنبأ عن مجيء المسيح لا لا الكتاب الكتاب محرف طيب هو شو اللي بيدريك انه شو اللي حرف الكتاب وبعدين شو هالاتهام شو هالجرأة انك انت بتتهم الله بالتحريف وبتتهم بشرية كاملة بالتحريف والنتيجة عشان باش تثبت تقول لا انا كتابي صح بعدين السؤال الآخر طيب الناس اللي نشرت كلمة الله رح يقولوا للناس على برهان على دليل ان المسيح حي وهي الناس ماتت من اجل رسالة المسيح بفرح السؤال كيف انت نشرت الديانة تبعتها او كيف انتشرت او انتوا اللي كتبتوا لي اباء اباء اباءك مش كان مسيحي طيب كيف صار مسلم بسألتش هذا السؤال طيب السؤال هل لما طالما انه هي هاي الديانة لكل العالم ومكملة يعني هي اللي الغت كل الديانات مش مفروض انه كل العالم يكون فرحاني قبلها هاي واحد اتنين كيف انتشرت هل بعتوا جيوش من الائمة وعلماء الدين في كل مكان مصر فلسطين سوريا لبنان تركيا ايران وشمال افريقيا يقنعوهم هاي الرسالة رسالة السماء رسالة الله الحي ولا كانت وسيلة تانية تسمى الفتحات لكنها الغزوات والحروبات الاسلامية وانهار انهار من الدماء سفكت في اسم الدين وبعدين باسم الحكام ويه الرؤساء اللي وصلوا هذه الرسالة اكم واحد عاش اكم واحد مات وهكذا عارف يعني سؤال مئة سؤال بيخطر في بال المسيح عاوز يسأل المسلم هل الشخصية النبي تتفوق على شخصية المسيح هل تعليمه يتفوق على المسيح واذا كان يتفوق وين التعليم ورينياته هل حياته الاخلاقية تتفوق على حياة المسيح هل المعجزات دعمت الآيات وهل فعلا جاء بأدلة اللي تثبت لكل واحد عم بيسمع يقول فعلا انا عم بشوف شيء عجيب شيء جديد وشيء فعلا مبهر انه بيستحق انه انظر اليه اشتركوا في القناة